السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعده حلقة جديدة برنامج نص على قلبك زي ما تعودنا في كل حلقة بالناقش سؤال حائر دايما السالك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيتعرض لي يبقى عايز له إجابة تريحه يفهم إيه اللي بيحصل وإيه اللي يريح قلبي في إجابة السؤال دو سؤالنا النهاردة سؤال مهم جدا ليه أنا أحيانا بعد ما بأسير في الطريق إلى الله فترة بشعر أن قلبي قاسي تعودت على الطريق ما بقيتش أتأثر بالمواعظ زي الأول حاس أن أنا بدأت أتساهل في حاجات كنت بطلتها يعني مشكلة بتحصل كتير كلنا بيبقى لينا كده في أول التزامنا حلاوة بتحصل يعني أول ما كل واحد فينا بدأ في سلوك الطريق إلى الله شعر بلزة عجيبة كان سهل أوك قلب يحضر في أي آية سهل أنه يبكي في الصلاة سهل أنه يبكي في الدعاء سهل أنه يقوم يصلي بالليل عادي جدا كان بيتأثر بالمواعظ بسرعة كبيرة كان بيستجيب بسرعة كان بيفرح لما بيسمع الآيات يفرح لما بيسمع المواعظ دلوقتي الوضع يتغير للأسف قسوة القلب إذا دبت في إنسان بيجد فيه مخاطر هائلة يعني الموضوع ليس بموضوع هائل فعلا اهتمامك بالسؤال دو احكتك إلى الإجابة على السؤال ده هي حاجة ضرورية لأن القلب إذا قسى ممكن الدنيا تبوز خالص ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وجعلنا قلوبهم قاسية جعلنا قلوبهم قاسية طيب لما قسى قلوبهم حصل يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني ممكن نصل به درجة قسوة القلب إنه يبدل في الدين نفسه ما عادي يبالي يجب أقول لك بقى معاصي وكباره كان لها دا العادي لكن دا وصل كمان إنه عنده جرأة إنه يبدل في الأحكام إنه يحرف الدين إنه يقبل الباطل بعد ما كان يراه حق قسة القلب يحرفون الكلمة عن مواضعه وإيه كمان ونسوا حظا مما ذكروا به يبدأ مرحلة النسيان ويبدأ إنه خلاص بقى الصلاة الفجر اللي كانت أول صف ما بقتش أول صف بعد كده ما بقتش في المسجد وبعد كده بقى بيصلي في البيت وبعد كده بقى عادي إنه ممكن تروح عليه صلاة الفجر يوم أو يومين ما بقاش بيتألم زي الأول لو فتيته صلاة الجماعة ما بقاش بيتألم زي الأول لو هي بقت سمعت أغاني كده ولا كده بقتش بتحس بالألم زي الأول قسوة قلب نسوا حظا مما ذكروا به بل ممكن إنسان يتطور به الأمر ويصل إلى حالة من الفسق وهو الخروج التام عن طاعة الله سبحانه وتعالى قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد قعد بقى فترة طويلة كده في الدين وبتاعه والغاية ما تمكن وحسنا أنا تمام بدأ الدنيا بجيب له غراء سبحان الله لأنه فقد الافتقار وفقد الخشوع قال تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعني لما قست القلوب وطال هذه القسوة دي طالت وصل أمر إلى الفسق وهي الفسق الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى إذن الأمر خطير يؤدي إلى النسان يؤدي إلى جمود العين يؤدي إلى يعني النسان بقى يقع في المعاصي والعملية بقت عادي لكن يظل هناك أمل أنا مش بقول لك المشكلة عشان يعني تقول لي أنا أنا أصلا قلبي قاسي نجابك تقول لي الحل مش جابك تعقدني وتقول لي المشكلة إحنا بس بنحط الصورة علشان نحط الموضوع في حجم الطبيع وقول لك أن سؤالك ده سؤال مهم وسؤال مشروع للغاية لكن يظل هناك أمل بل الأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى ما تجد ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصة القلب إلا وبعدها تكلم على العلاج بس مين يتدبر ومين يفهم يعني الآية لنا لسه إلى دلوقتي قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الآية اللي بعدها بقى على طول اللحة في الصورة الحديد ربنا قال اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها واحد ممكن يرى الآية دي يقول ربنا بتكلم عن نبات والزرع وإحياء الأرض وعادي يعني موضوع ملوش دعوة بالآية اللي قبليها بالعكس ده فيه رسالة واضحة هنا لكي تصل إلى قلبك أنه كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالمطر فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي قلبك بالوحي لكن كما أنه لن تنبت الأرض إلا حين تتعرض لهذا المطر النازل من السماء فإن قلبك لن يحيى ولن يفيق من قسوته حتى يتعرض لهذا الوحي النازل من عند الله سبحانه وتعالى حتى الآية تكلم عن قسوة القلب في سورة الزمر قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ثم قال تعالى الله نزل الله نزل أحسن الحديث شوف كلام متتابع لما ربناك كلام على القسوة يجي بعدها كلام على القرآن على طول وكأن الرسالة بتوصلك عايز تحل قسوة قلبك تعرض لهذا الكلام العظيم كلام الله ولكن بتدبر وفهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان الله أمل أمل بيظهر لك حتى في الصالحين تعلمون أنتم الفضيل بن عياد رحمه الله رحمة واسعة تابعي جليل من سادات التابعين الفضيل بن عياد مشهور بصلاحه وعبته زهده كلام دوت لكن في ناس كتير ما تعرفش أن الفضيل بن عياد قبل هذه الحالة العظيمة من الزهد والعبادة كان فاسقا بمعنى الكلمة كان قاطع طريق وكان يعني يعني يفعل موبقات بل كان علي علاقات نسائية ويتكلم بناته يعني عادي زي أي شاب يمكن في الزمن ده بل أسوأ بكتير من شباب كتير في الزمن دوت بل كان مشهور جدا بقطع الطريق حتى أن أهل البلد بتاعته كانوا بيخافوا منه حتى لو سمعوا أنه في طريق ما كانش حد يمشي أصلا في الطريق دو فضيل بن عياد بيحكي قصة توبته يقول كنت يوما أصعد جدارة يعني كان ليه واحدة بيحبها يعني كان بيقول كنت أصعد جدارها بيطلع الجدار عشان يخشه بتاعه يعود يتكلمه الكلام دو فكان يصعد الجدار في يوم الأيام فسمعت قارئا يقرأ سبحان الله سمعت قارئا يقرأ هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ويع الفضيل بن عياد من كتر التأثر بالآية قال فسقطت من على الجدار وأنا أقول بلى أنا يا رب بلى أنا يا رب بلى أنا يا رب ومن يومها انصالح الفضيل بن عياد وجاور الحرم وحتى سمي بعدها عابد الحرمين يعني من شدة عبادته في مكة والمدينة سمي بهذا اللقب الشريف اللي أنا بقولك كلام ده ليه أنا وصفت لك المشكلة مش عشان أعقدك بالعكس أنا بفتح لك أبواب الأمل ممكن واحد يقول لي بس أنا هو أنا بس انتكلمت في مشكلة بس أنا مش عارف أنا جواها ولا مش جواها يعني لو تقدر تديني بس علامات يعني هل قسوة القلب دي ايه علامتها أنا حاسة أنا بقى لي مدة ده ماشي سير في الطريق إلى الله بس مش عارف هل أنا وصلت المرحلة دي ولا ما وصلتش لها ده كلام خطير لأن فعلا قسوة القلب له علامات إذا وجدت في نفسك علامة أو علامات منها فأنت في مرحلة من قسوة القلب لو في كل العلامات موجودة الله المستعان أمر يحتاج إلى علاج سريع وجزري أول علامة في تشعر من قلب القسى أن يضيق صدرك الصدر يضيق يضيق فتجل نفسك لا تتحمل كما كنت تتحمل من قبل يعني أي إيزاء في سبيل الله ما إيش فستحمله زي الأول مجرد بتسمع كلمة تتأثر بسرعة مش زي الأول كنت بتتحمل في سبيل الله ما عندكش خلق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر زي الأول علشان يعني ما حدش يقولك أنت مالك حدش يقولك ما خليك في حالك حدش يقولك كلمة دايقك ما معاش عندي خلق للخصة دي صدرك ضيق في المشاكل حتى حتى مشاكلك الأسرية العادية حتى المشاكل اللي بتعرض عليك باش عندك خلق تسمع أي حاجة وكلمة بتوديك وبتجيبك وكلمة بوضلك يومك ضيق الصدر تقولي إيه علاقة داوة يعني بقصوة القلب القلب إذا كان قاسي عكس قصوة القلب يا جماعة أن القلب يلين القلب إذا لن إزينا تخيل كده يلين يتفرد كده فيحصل إيه يعني شرح الصدر القلب إذا ضاق لما بيضيق بيشد معاه إيه كأن القلب ده جوه الصدر مرتبط به كل ما يديق الصدر نفسه إيه يديق وكل ما يلين كل ما الصدر يتمدد وينشرح عشان كده ربنا ربط الاثنين بعض قال فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله صدرك لما ينشرح بتلاقي نفسك عندك قدرة عجيبة على التحمل والصبر على الأذى في الدعوة مشاكلك الشخصية إن أنت تستحمل الناس إن أنت تستوعب أعبائك وأعبائك الأخرين إن أنت تكون السند اللي الناس بتستند عليه أديك مثال على كده بين شراح الصدر وضيق الصدر تخيل واحد عنده كوخ عايش فيه عايش دلوقتي في كوخ واحد عايش في أصل فجينا جيبنا كيس قمامة ورميناف الكوخ ده وجيبنا نفس الكيس ده رميناف القصر صاحب الكوخ هيكون طبعه إيه هيكون مش طايق نفسه مش قادر يقعد مش مستحمل الكيس حاسن موضوع كبير جدا حاسن الكيس ده دمر له حياته وقتله بيته طب صاحب القصر ممكن ما ياخدش باله أصلا من أيه من الكيس دوت ما هو قصر كبير جدا حديقة كبيرة وبالتالي ده اترمى على جنب كده ممكن أصلا ما ياخدش باله منه ولو خادت باله منه ممكن إيه يعني زي من يستحمل كيس زيه ليه؟ إيه الفرق من الاتنين نروا من الكيس ده؟ أدل الكيس ده وقت لكن الفرق إن الكيس ده اترمى في مكان دي ولكيس ده اترمى في مكان إيه؟ واسع جدا وبالتالي المكان الديه ما استحملوهش لكن المكان الواسع عادي يستحمل كيس زيه بل ميت كيس زيه ومش يحصل حاجة هو ده معنى شرح صدرك وديق صدرك كل ما يقصو قلبك تشعر أن صدرك داق عندي قبل لما كان صدرك منشرح في الدعوة وفي العمل وفي الخير وفي العمل الاجتماعي في مشاكل الناس تحل المشاكل وتقعد أعداد صلح وعادي كان الدنيا ماشي عادي لكن دلوقتي الموضوع لو حسيت بكده بقى فيه درجة من ديق من قسوة القلب لو حسيت إن ما بقاش فيه لزة في العبادة زي الأول أول التزامك كان فيه لزة في الدعاء كان فيه فرحة وإنت بتقوم بتقوم الليل كان فيه يعني شوق إلى صلاة الجماعة الموضوع ده لو بدأ يخف معاك يبقى أنه برضو في درجة من قسوة القلب المواعز بقيتش تأثر فيك للأسف بعض مننا بيحاول يرمي دايما على الغير فيقول لك لا الشيخ ده مش بيأثر فيه طيب مو كان بيأثر فيه قبل كده إيه اللي حصل والشيخ هو الشيخ والمواعزة هي المواعزة وكلام ربنا ما تغيرش والأحاديث ما تغيرتش يبدو أن المشكلة مش عند الشيخ ما ترميش المشكلة على غيرك قبل ما تتهم نفسك يعني نحن نظن بالدعاء الخير وبالمشايخ الخير تقولش لا لا الشيخ ده أسلوبه مش حلو شو مش عاجبني ما بيأثرش فيه وما الميل بيأثر فيك طب يقرأ القرآن كده ما فيش شيوخ خالص ولا دعاء افتح كتاب ربنا وقرأه تأثرت هيقول لك لا ما بتأثرش يبقى المشكلة ما كانتش لا بشيخ ولا في الأسلوب ولا الكلام القلب قاسي لابد أن تعترف بذلك لأنك انت ما بتجدش قلبك برضو في قراءة القرآن اللي هو كلام ربنا الصرف من غير تدخل أي أحد ولا بشرح لك ولا بكلمك ولا أسلوب دي قرأتك أنت والكلام ربنا سبحانه وتعالى فيذا وجدت نفسك ما عدتش بتتأثر بالمواعظ زي الأول يبقى احنا برضو نتكلم أن القلب قسى من ذلك جمود العين العين اللي صارت لا تبكي لا تبكي عند سماع القرآن لا تبكي عند سماع ذكر الموت لا تبكي عند القبور لا تبكي عند حصول العبر والمواعظ في مشكلة كبيرة إذن من العلامات دي أن أنت تجد نفسك ما بقتش بتحزن عند فعل المعصية زي ما كنت بتحزن في الأول زمان في الأول لما كان واحد فينا مثلا يعني ينظر إلى أمرأة كان يتألم جدا ويدايق ويعمل عمل صالح دلوقتي عادي ماشي ما فيش مشكلة زمان البنت لما كانت مثلا يظهر شيء من ثيابها من عورتها ولا بتاع ولا حتى الحجاب بتاعها بان منه حاجة أوه موضوع كبير جدا وتلحق نفسها دلوقتي عادي بتشتاخد بلا بموضوع دوت يمكن كمان بقى فيه شعر باين وبقى فيه مش عارف ايه عادي احنا حسن من غيرنا بقى لما كنت تشوف يجي قدامك في التلفزيون مثلا أغنية ولا رأس ولا بتاع كنتش مقز وتتدايق دلوقتي عادي ممكن تتفرج مش هحصل حاجة لما كان صحابك قدامك يشتموا يسبوا بتاع كنت تغضب لله سبحانه وتعالى دلوقتي بقى عادي إيه اللي حصل إيه اللي تغير قسى القلب النبي عليه الصلاة والسلام بيبين ذلك يقول إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن يعني يعني لما بتعمل خير بتفرح قوي لما بتعمل سيئة بتحزن قوي يعرف أن انت لسه إيمانك كويس وكل ما تلاقي نفسك رد فعلك مع السيئات بقى سلبي بقى بتعملها وعادي وبقى بتعملها بقى شفي التأثر اللي زي زمان يبقى احنا بنتكلم أنه في حاجة تغيرت الإيمان يعني بالضرورة القلب قسى طيب احنا قلنا الأعراض تبقى الأسباب الأسباب واضحة دائما الأسباب هي الزنوب والمعاصي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا أزنب زنبا نكت في قلبه نكتة سوداء إذا أزنب زنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب واستغفر ونزع سوقي لقلبه يعني كانك إيه نضفت كده فإن زاد زادت لو زاد زادت أعمل السيئة اللي بعدها النكتة السوداء دي تجبر تجبر فإن زاد زادت حتى تصير حتى تعلو وتصير الران الذي ذكره الله تعالى في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كل معاصية بتعملها بتساهم في قصوة القلب مش حاولك بتعملش معاصية فيش حد فينا بيغلطش بس قصدي معاصية ومعاصية في معاصية من غير توبات في النص تمسح 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 فكل ما تتجرأ تعمل معاصية تقول له المعاصية يزداد الران حتى يغلق على القلب ويقصو لبقى أنا المفروض ما أحاول ما أعملش معاصية طبعا عملت سارع بتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لزنوبهم فدي من أكبر وأسباب من أكبر أسباب قصوة القلب المعاصي ودي يعني واضحة جدا من ذلك كثرة الضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال كثرة الضحك تميت القلب الضحك مش قد زينا بيه اللي ابتسام وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التبسم لكن نقص الضحك اللي هو كهكه العالية ديت النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تكثروش من كده الضحك مش حرام لكن كثرة الضحك مكرهة لأنها تميت الايه تميت القلب يعني تكثر من التبسم بعد كده إذا ضحكت يعني فليكن يعني ما يبقى شكيعني كثرة الضحك أيضا تضر القلب فدي أسباب واضحة فإذا سأل الإنسان بقى على الخلاصة ما هو العلاج شرحت لي المشكلة والأعراض خلاص يا عم أنا عرفت أن أنا قلبي قاسي وعندي كل اللي أنت أقولته طبعا ما ليه؟ وأنا برضو على فكرة قلبي قاسي أنا بكلم وبنصح نفسي أبنا بنصحكم لعلي أن تفع من هذه الموعظة مثلكم تماما يا رب علاج ذلك الأمر الأول أشهرنا إليه في أول الكلام لما ربنا كان يقول لنا القسوة كان بيجي بعدها يقول إيه؟ على طول كتاب الله سبحانه وتعالى فلا أعلم علاجا نافعا لقسوة القلب مثل التعرض لكلام الله تعالى ولكن بفه وتدبر وخشوع وصلاة وقيام وتركيز لازم كل عامل دي تكتمع عشان يحصل التأثير لذلك يحيى بن معاذ يقول ما وجدت للقلب أنفع من خمسة قال تدبر القرآن وخواء البطن وبرده من كثرة الأكل والنوم تقسي القلب قالك تدبر القرآن وخواء البطن وقيام الليل والتضرع في الصحر ومجالسة الصالحين تدبر القرآن خواء البطن قيام الليل تضرع في الصحر مجالسة الصالحين وشتة سهلة جدا علشان قلبك ليقصوا تدبر القرآن وانت بتقوم بالليل خلصت قيام تدرع في الصحر وادعو الله سبحانه وتعالى تملاش بطنك أكل كتير وخلي دايما صحبتك ناس صالحين الله أكبر كده ايه أول علاج فعال في قضية مهمة وهي قضية قسوة القلب تقول لي طيب قول لي حاجة تانية يعني يمكن أنا لسه الموضوع ياخد معي وقت وقول لك حاجة تانية برضو بتجيب نتيجة سريعة وهي تحت عنوان حطها تحت عنوان جميل اسمه هالجزايا الإحسان إلا الإحسان هالجزايا الإحسان إلا الإحسان ودي من القواعد الجليلة اللي تعمل بها ربنا لما تحب ربنا يعمل معاك حاجة يعمل نفس الحاجة دي مع حد تاني وربنا أكرم منك أنا أصدي ايه بهالجزايا الإحسان الإحسان رشدة جميلة النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بها واحد جاله اشتكى الشكوى دي بالذات قال يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي أشكو إليك قسوة قلبي فقال عليه الصلاة والسلام إذا أحببت أن يلين قلبك إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين تقول لي علاقة دا بالله يعني إلا يحصل طبعا مسح رأس اليتيم بيرقق قلبك تشعر حاجة الناس لما تشوف المساكين تأثر دا بيرقق قلبك ثم إن الإحسان نفسه بيترتب عليه إحسان مقابل من الله سبحانه وتعالى مش أنت أحسنت إلى الناس الله أكرم منك سيحسن إليك طيب أنت ماذا تريد من الله عايز إيه من ربنا أكيد أول حاجة كلنا بنعوزها الهداية فتلاقي دا يصبف دا زي ما أنت أحسنت للناس أكلت وشربت ومساحت رأسه أنا أيضا سأجبر بخاطرك وألين قلبك والتعامل مع اليتيم مش تعامل من بعيد يعني مش كفالة يتيم تحط في الصندوق كفالة اليتيم وخلاص مش هو دا لا إحنا عايزين تعامل مباشر عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قالتش هنا أكفو اليتيم قال أمسح رأس اليتيم هذا استلزم أنت بتخالط اليتيم روح تلو في مكانه تتعامل معه مباشرة عشان كده في رواية تانية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أدن من اليتيم يعني قرب منه أدن من اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك وأطعمه من طعامك فإن أنت فعلت ذلك لان قلبك وبلغت حاجتك فإن أنت فعلت ذلك لان قلبك وبلغت إيه حاجتك فإيه المسألة محتاجة إيه لإيه إنك إنت تتعامل مع اليتيم مباشرة تتعامل مع النسكين مباشرة أنا عايزك تروح للمساكين في بيوتهم عايزك تروح لأصحاب الحوائج في بيوتهم وتخلطهم وتتكلم معهم وتعرف مشاكلهم هتحس إن مشكلتك تفها قوي هتحس إن إيه ده هتحس إن إنت قلبك رقي مرة واحدة ممكن تبكي هتلاقي الأثر ده بعد كيف الصلاة وإنت بالليل بتصلي بتفتكر الناس دي بتجد أثر ذلك في رقة قلبك أثناء الصلاة إيه ما إحنا قلنا الحل الأولاني التعرض للوحي بفهم وتدبر مع قيام ليل مع تضرع في سحر مع مجلسة صالحين الحل الثاني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهو التعامل مع اليتيم والمسكين ونحن ذلك طيب حل الثالث أنا بسميه الذكرى الجميلة إيه الذكرى الجميلة دي؟ أفتكر يوم جوازي مثلا أفتكر يوم التخرج؟ لا الذكرى الجميلة أخصد بها تذكر الموت تقول لي إيه فالله ولا فالك لا لا إهد عليه لأن الناس ما بتحب الذكر الموت ليه؟ لأن بنزالهم ذكر الموت ده بيعكننهم شوية لذلك إبراهيم بن أدهم لما سألوه لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تخرجوا من العمار إلى الخراب شفت بها؟ أنا عايزك تحب ذكر الموت لأن ذكر الموت ده علاج علاج أكثر من ذكر هادم اللذات سيدة عائشة رضي الله عنها جاءت لها امرأة تشكو إليها قصوة القلب فقالت قالت لها أكثري من ذكر الموت فغابت المرأة أسبوعا ثم عادت إلى عائشة تشكرها لأنها منذ أسبوع وهي تضمن ذكر الموت حتى رقى قلبها ذكر الموت يخليك دايما في حالة استعداد في حالة أن يعني مش هينفع يعني مش هينفع القلب يكون قاسي لأن في إقبال على الله سبحانه وتعالى تذكر لقاء الله تذكر الحساب والميزان والصراط وأحوال الناس يوم القيامة تذكر القبر وضمته وما ينتظر الطائعين في الجنة من النعيم وما ينتظر العصاء في النار من الجحيم هذه الحالة المتكاملة أسأل الزكر الموت اللي هي حالة مجردة إنما زكر الموت وتابعاته وما بعد ذلك وبالتالي يحصل تأثر في القلب وبالتالي يحصل لين القلب مما يعين على ذلك أن تتذكر العواقب دائما يعني خلينا أقول ده الحال الرابع هو إنسان يفكر في المآلات دائما المآلات يعني ما الذي سيحصل لي لو أنا فضلت كده على المعصادي إلى الأبد هيحصل لي إيه لو فضلت قلبي قاسي إلى الأبد ما الذي سيحصل لي العكس ما الذي سيحصل أهل الطاعة ويبص في الناس الحوالي اللي قسى قلبه واللي راق قلبه ده نهايته كده وده نهايته كده ده خاتمة كده وده خاتمة كده ويجد في ذلك معتبر لو ما ليتش في اللي حواليك اقرأ في القرآن اقرأ في قوم هود وقوم صالح قوم عاد ثمود شعيب اقرأ في قارون وفرعون اقرأ في حوال الأنبياء الصحابة السلف نس كل واحد تم ماشى في مسلك وصل ليه في الآخر اقرأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت نعيماً قط يقول لا وعزتك ما رأيت نعيماً قط يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الطاعة من أهل الجنة يقال يغمس في الجنة غمسة يقال له هل رأيت بؤساً قط يقول لا وعزتك ما رأيت بؤساً قط يقص قلبك حتى تكون مثل هذا الرجل أم يرق قلبك حتى تكون مثل هذا الرجل مما يساعد على ذلك الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلبك وأن يذهب عنه تلك القصوة مما يساعد على ذلك أن تدمن في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سيرة السلف والصالحين تقرأ أحوالهم في العبادة والدعاء والدعوة وأحوالهم مع القرآن لازم تطلع مع الرشدة المتكملة دي من إذن الله سبحانه وتعالى بقلب لين غير قاسم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا وأن يذب قسوتها وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل شكرا لكم سبحانك لهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله الأنت أستغفرك أتوم إليك